ما عجز عندنا ميسي ونيمار يسجل أعيد من الفرازين البار داني ألبش داني ألبش نعم ما عجز عندنا المهاجمين يسجل المنافع يسجل الضعيل العصري هو داني ألبش النجم المتألم لاعب نادي إشبيلية يعرف كل خبايا نادي إشبيلية يعرف نقاط القوة نقاط الضعف فرحة كبيرة لهذا اللاعب يحتمل بهذه الطريقة وبهذه الكيفية داني ألبش يضع برشلونة بالمقدمة البلوغراني يتقدم إشبيلية يعاني داني ألبش يسجل هدف الأول ابن إشبيلية العاق بالنسبة لجماهير نادي إشبيلية ترك إشبيلية ارتدى خميص نادي برشلونة يسجل الآن هو دائما ما يسجل في مرمى نادي إشبيلية يضع الهدف الأول كرة عرضية من برازيلي إلى برازيلي والنهاية السعيدة في الملاعب الإسباني يا ميسي 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 يجد الآن البابريغاز إلى نايمار ميسي والثاني ميسي يسجل الثاني كعاملة نفت بأن يظهر ونفت بأن يظهر برشلونة بالمقدمة برشلونة يتقدم بالعادة للثاني عن طريق البرغوث العرجنتيني الممتع اليونيل اليونيل بعدما عاد وتألق مع الأرجنتين يستمر في التألق مع نادي برشلونة يؤمن الهدف الأول بهدف ثاني ملعوب هجمه منطفة جميلة ابن الأرجنتين ابن روزاريو يسجل هدف رقم ميتين وواحد وعشرين في ميتين وثمانية وعربعين مباراة أرقام خيالية يسجلها اليونيل لكن لاحظوا للتبريرة من المبدع نايمار نايمار يصنع وميسي يسجل وبرشلونة يتقدم بهدف ثاني ثنائية برشلونية وبرشلونة في شوط المباراة الثاني حتى هذه اللحظة 100% يتقدم بهدفين على نادي إشبيليا هدف جميل فرحة لفيكتور ماردس هدف ثاني ملعوب بعد الثلاث لا شيل كرة خطيرة خطيرة الآن محاولة مستمرة خطيرة عادة لنادي إشبيليا نايم يسجل إيفا الراكيت يسجل هدف وإشبيليا يقلص المارك الفريق الاندولسي يقلص المارك عن طريق أفضل لعب في إشبيليا في هذه المباراة إيفا الراكيت يسجل هدف أصبحت النتيجة 2-1 الآن استلم آخر 10 دقائق الآن استمتع بآخر 10 دقائق برشلونة يتقدم بهدفين مقابل هدف عادة في الوقت المناسب ربما لدي إشبيليا إشبيليا يسجل هدف تقليص المارك ليعود مرة أخرى ويستعيد أمله ربما في العودة إلى المباراة كما فعلها في مباراة مالقا ربما رح يفعلها في هذه المباراة وينهي اللقاء متعادل بهدفين مقابل هدفين مواجهات برشلونة وإشبيليا دائما ما تكون مجنونة صعب التكهن بها هذه هي واحدة من أرواح المباريات في تريف مواجهاتهم لدي الله مباريات الثالث المخرط وين وبرشلونة يحاصر نادي إشبيليا إشبيليا لن يبحث إلى راكل ركنية أدريانو وممتاز في هذه المباراة يقدم شوء ثاني جميل جدا كرمال عبالة العرضية خطيره والتعادل نعم 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 يعود إشبيليا يعود إشبيليا كوكي البريق الأندوليسي يعود ويسجل إشبيليا يسجل هدف التعادل هكذا هي مباريات برشلونة وإشبيليا متعة إبداع لا مستحيل مع الأندولسيين كوكي يعود ويسجل هدف التعادل حسرة كبيرة على بيكتور ماربس على أصدقاء ميسي على أبناء مارتينو هدف التعادل يحضر كوكي يعاقب نادي برشلونة ويعاقب نجوم برشلونة على إهدارهم العديد من الفرص في شوط المباراة الثانية ماسكيرانو ماسكيرانو أبدع ماسكيرانو تألق لكن كوكي يضع حدا الآن لتألق نادي برشلونة ولعلو كعب نادي برشلونة في مواجهاته مع نادي إشبيليا يسجل التعادل ويستعيد مرة أخرى أو يعود مرة أخرى للمباراة كوكي القادم من رايو بايكانو يلعب مباراة رقم خمسين يسجل رابع هدافه يحتمل بهذه الطريقة سعيد ومما يسجل لنادي برشلونة لاحظ لاحظون ميسي مار تقدم عرض الكرة وسيلنشيس البدين الناجح هو من يسجل هداف الثالث في هذه المباراة ثلاثية لبرشلونة برشلونة يضرب قوة برشلونة بعدما كاد بأن يعاقب والعقاب كاد بأن يكون قاسي قاسي من قبل نادي إشبيليا سيطرة كبيرة إشبيليا استفاق سجل هدافين عادة مرة أخرى برشلونة وعادة إلى الفترة ليس بالقصيرة التعادل الإيجابي هدافين مقابل هدافين ترى موجودة لان وسط إلى ميسي ميسي مار تقدم ميسي تخلط جزا ميسي ميسي عدف كرو لا 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 يا السلام يا السلام يا السلام برشلونة